السلام عليكم ومرحبا بكم وياكم الدكتور عمر القيسي واليوم رجعت لكم موضوع جديد اسمه الكارديك تيمبونيد او ما يعرف بالعربي بالدكاك القلبي طبعا هذا موضوع جراحة مهم تابعوا اياي الفيديو طبعا مثل ما نعرف ان القلب يتكون من اربع حجرات الاذينين والبطينين وايضا يتغطى من الخارج بغلاف اسمه بري كارديوم او يعني اسمه بالعربي غلاف وغشاء التامور هذا غشاء وظيفة انه فيه سائل مصلي قليل يمنع الاحتكاك للقلب اثناء القلب ينقبض ويحمي القلب لكن لنفرض انه تجمع داخل هذا الغشاء سائل او دم فراح طبعا هذا لما يتجمع غشاء الغشاء هذا راح يتمدد لكن ما راح يقدر يضغط على الرئتين اكثر فاوين راح يتولى الضغطة باتجاه القلب فاش راح يصير طبعا الجزء الاسفل من القلب هو الرايد فينتريكال او البطين الايمن فراح يصير كلابس راح ينهدم البطين الايمن وبالتالي الدم اللي جاي من الاوردة ما راح يقدر يرجع او ما راح يقدر يدخل للقلب فراح يرجع في الاوردة فراح تتوسع عندنا الاوردة ولما الدم يكون وصول للقلب قليل فطبعا اكيد ضخ الدم راح يكون قليل بالمقابل من الجزء الايسر من القلب فبالتالي مشكلة القلب في الكارد هي اكثر استلام الدم وطبعا بالنتيجة بالنهاية راح يصير ايضا مشكلة في ضخ الدم لكن تبدأ باستلام الدم وبالنهاية في ضخ الدم فراح تصير هذه المشكلة يعني بشكل واضح انه ما يقدر القلب يستلم دم لانه القلب صير يعني فيه كلابس او انهدام وبالتالي ما راح يقدر اصلا يضخ دم فلذلك من الاعراض المهمة اللي راح نشوفها على المريضه هي اتساع وردة الرقبة او جغل رفين دستنشن وانه اصوات القلب راح تكون مكبوتة او خافتة ليش لانه طبعا القلب لانه مضغوط وما راح يقدر ينقبضه بشكل قوي طبعا صمامات القلب مراح توليدنا صوت كفاية فهذه مهمة ايضا وطبعا لانه القلب ما راح يضخ دم بشكل كفاية او الكاردك اوتبوت مخرج القلب قل فبالتالي ضخط الدم بالمقابل راح يكون قليل جدا وراح ندخل في حالة صدمة شوك بعد ما اذكرنا هذه العلامات هناك علامة ايضا نظهر في حالة الكاردك تيمبونايد اللي هي بولسس بريدوكسس راح نلاحظ انه مريض اللي عنده كاردك تيمبونايد لما ياخد الشهيق راح ينخفض عنده ضخط الدم بنسبة زيد عن 10 ملي متر زئبق طبعا ليش 10 ملي متر زئبق لان في الحالة الطبيعية لو اخذنا نفس راح تقل يقل ضخط الدم جزئيا لكن مو اكثر من 10 ملي متر زئبق ليش تصير هذه الحالة؟ لانه لما احنا نتنفس الرئة تتسع ولما تتسع الرئة راح تاخذ هواء اكثر ومساحتها تزيد وبالتالي راح تاخذ دم ايضا اكثر وبالتالي مين راح تسحب هذا دم من الشريان الرئوي اللي راح يسحبه من الRide ventricle فمعناته راح يمر دم اكثر في الRide ventricle حتى يعوض وبالتالي الجزء الايمن من القلب البطين الايمن راح يتسع وراح يضغط على البطين الايسر من القلب ولما يضغط على البطين الأيسر من القلب وراح تقل مساحة البطين الأيسر فراح يقل عندك الكاردك أو مخرج القلب فراح يقل ضغط الدم طبعا في الحالة الطبيعية هذا يصير لكن ما يزيد عن 8 أو 7 يعني ما يزيد عن 10 مليمتر زئبق طبعا لو زاد فمعنات عندك حالة مثل الكاردك تيمبونيد أو حالات ثانية تتأدي إلى هذا الانخفاض فمثلا مريضة اللي عندك كاردك تيمبونيد لنفرض دم كان ضغطا 100 مليمتر زئبق لما يصير عنده هذه الحالة أو لما تظهر عليه هذه الحالة راح ننحظ أنه ينخفض من 100 ويالتنفس ويالشهير من 100 إلى 70 إلى يعني 80 أكثر من 10 مليمتر زئبق فهذه دلالة على البلسس بريدوكسس طيب راح نلخص هذه الأعراض في مثلث مهم اسمها طبعا بيكسترياد اللي هي شنو أنه راح نسمع أصوات قلب بعيدة ديستنت هارت ساوند وديستند جاكيولار فين وأيضا هاي بوتنشن هاي ثلاثة أعراض مهمة جدا خاصة للي يمتحنون ويعني عندهم بمجال الطبي يعرفون أن تجي أسئلة على هذا الموضوع فتذكروا ديستنت هارت ساوند ديستند جاكيولار فين وهاي بوتنشن هاي ثلاثة أعراض لو شفتها إذن أنت عندك الكارديك تيمبونيت طبعا هذي مجموعة بثلاثية اسمها ثلاثية بيكسترياد أو كارديك تيمبونيت فتذكروا هذي ثلاثة أعراض ديستنت هارت ساوند ديستند جاكيولار فين وهاي بوتنشن يعني قلة في ضغط الدم وتساعة وردة الرقبة وبعد أصوات القلب طيب الآن شنو ممكن ليأدي إلى هذه الحالة وشنو هي الأسباب التي تأدينا إلى هذه الحالة طبعا هناك أسباب كثيرة للكارديك تيمبونيت اللي يكونها تجي ضمن فكرة أنه أكو شي راح يجي في البريكارديوم أو سائر راح يتولد في البريكارديوم يتجمع ويضغط على القلب أهم سبب من الأسباب اللي يأدينا الكارديك تيمبونيت هو تشست تروم أنه أكو رفع إلى منطقة الصدر خاصة في حوالي السيارات وغيرها وممكن طعنة أو أي شيء ثاني أو طلق ناري يأدينا إلى هذا الحالة فهذه أهم الأسباب أنه هي تشست تروم بعدها البريكارديتس أو التهاب البريكارديوم لما تجي أمراض معينة حالات معينة عند الشخص تأدي لك إلى التهاب مراض فيروسية تكون أمراض مناعية السراطانات بسبب إما انتقال أو ممكن لأن مواد ثانية تفرزها السراطانات تأدينا للتهاب البريكارديوم فشل الكلية وفشل الكلية مهم جدا فشل الكلية يؤدينا إلى الاتهاب الأخشي لأنه ستجمع مواد كثيرة في الدم من اللي كانت تترحل الكلية وبالتالي ممكن تأدينا إلى هذه الحالة أيضا بعض الأمور الأقل حدوثا ممكن تأدي لهذا الشيء مثل بعض أمراض الأنسجة الضامة أو كونكتف تشو ديزيز الهايبوثيروديزم أو قلة في هرمون الثايروكسين أو مشاكل في الودة الدرقية أو تمزق الأبهر طبعا لأنه الدم مباشرة رح يخرج من الأبهر وممكن يتجمع في البريكارديوم وبالتالي أدينا إلى كارديك تيمبونيد بعض المرات تصل لما يصدر عندنا مضاعفات لبعض جراحات القلب وأيضا في بعض البلدان ممكن يزداد بسبب أمراض وغائية منتشرة في هذه المناطق مثل التبركولوسز أو غيرها ممكن يأدينا إلى أنه تهاجم البريكارديوم وتأدي لك إلى كارديك تيمبونيد فهذه يعني مختصرة لأهم من الأسباب طبعا هناك أسباب أيضا كثيرة ثانية ممكن تأدينا إلى هذه الحالة طيب الآن ننتقل ونشوف شنو اللي ممكن راح نشوفه في حالة ECG أو تخطيط القلب طبعا لأن القلب في حالة الكارديك تيمبونيد السوائل ضغطة عليه وصار فيه كلابس فراح نلاحظ أن أول شيء انخفاض في فولتية القلب وبالتالي كمية الكهرباء اللي ولدين القلب راح تنخفض طبعا هنا أكثر شيء راح يتأثر هو البطينات فالموجة اللي تمثل البطينات في الـ ECG هي الـ QRS فراح نشوف انخفاض في مستوى موجة أو طول موجة الـ QRS اللي هي تمثل انقباض البطينات وبالتالي هذا أول شيء راح نشوفه Low QRS Voltage طبعا أيضا من الأشياء اللي راح نراحظها في حالة التخطيط القلب في الكارديك تيمبونيد أنه عندنا تكيكارديا أو زيادة في عدد ضربات القلب الـ Heart Rate ليش هذا الشيء يصير لأن الجسم لما يشوف انخفاض في الضغط راح تتحفز مستقبلات الـ Bar Receptors أو مستقبلات الضغط وبالتالي راح تنطيع عازل الدماغ أنه يزيد عدد ضربات القلب حتى يعوض عن هذا الانخفاض الحاصل فراح تصعد نشغل نسمعها رفليك ستكيكارديا لكن هذه ما راح تكون منتجة لأن القلب أصلا مضغوط ومحصور في حالة الكارديك تيمبونيت أيضا من الأشياء اللي ممكن نشوف شغلة اسمها الكتريكال التيرنس اللي هي شنو تغير الموجات بين موجة وموجة طبعا ماذا ما تلاحظون في هذا اللي يسيجي الخالي للكم هي بتشوفون في موجة عالية وموجة منخفضة موجة عالية وموجة منخفضة القلب مرات لما تتجمع سوائل كبيرة عليه القلب راح يصبح مثل البندول راح يروح يمنى ويسرى في هذه السوائل فمرة يبتعد ومرة يقترب من جهاز التسجيل وبالتالي مرة تتخرج الموجة عالية مرة منخفضة فهذا يؤدينا إلى ويف ألترنس وهذا طبعا راح نشوفه أيضا في الإيكو فلنذكر هذه المسألة شنو راح نشوفه بالإيكو في حالة الكارديك تيمبونيت لازم نعرف أنه هو أصلا الكارديك تيمبونيت فكرتها كل ناتجة من تراكم سوائل وضغط على القلب فرح يصير عندنا تراكم سريع Rapidly Accumulation of Effusion بشكل سريع تراكم السوائل في البركارديم فهذا راح نشوفه في الإيكو شنو أيضا من أشياء اللي ممكن نشوفها في هذه الحالة Early Diastolic Right Ventricle Collapse راح نشوف انهدام أو انضغاط Right Ventricle في حالة الدايستول اللي مفرد هو ياخذ راحته في حالة الدايستول أو حالة راحة في القلب لكن راحنا نشوف انضغاط القلب وأيضا راح نشوف عندنا الأتريال الأتريوم الأذينات في القلب أيضا راح يصير فيها Collapse فدلالة الCollapse أنه يوجد شيء يضغط على القلب ككل فهذا المعنى المحصول عندك انهدام في القلب فهذا راح نشوفه زيادة في السوائل بشكل سريع Collapse أو انهدام للقلب وأيضا راح نشوف اتساع في الانفيريار فينا كافا اللي هو الوريد الأجوى في الأسفل فراح نشوف انه الأوردة ذات التسع وهذا دلالة على انه الجزء الأيمن ماذا يستلم الدم من القلب وأيضا علامة ذات دلالة أيضا على الكارديك تيمبونيت أو انه في افيوجين أو في سائل حول القلب هي السوينغ هارت أو القلب اللي يكون رقاص داخل هذا السائل فهذه من العلامات اللي ممكن نشوفها طبعا نكون هنا علامات ثانية لكن حبيت بشكل مختصر أذكر لكم هذه العلامات اللي تشوفها في حالة الكارديك تيمبونيت وتذكروا ان القلب يكون منطبق أو صار فيه فيه الفنتريكرز والأتريوم فهذه دلالة على الكارديك تيمبونيت والسوينغ هارت طبعا شون نحن نعالج ميض هذه الحالة جراحية تتعالج جراحيا وهذه حالة طارئة نقدر نعالج من خلال بريكارديال سنتيسيز اللي هو نزح البريكارديوم يعني نسحب السوائل أو الدم المجمع البريكارديوم مرات يسوون شغلة اسمها بريكارديال ويندو انه يفتحون فتحة بين البريكارديوم وال بلورال موجودة في الرئة حتى السائل يجمع في الرئة وما يجمع في القلب بعدين يسحبوه أو إذا صارت عندنا بلودكلوت اللي هي خثرة دموية في البريكارديوم وسادة على القلب فهذه الحال لازم نسوي ثوراكوتومي ونفتح ونخرج الخطرة لأن هذا ما راح نقدر نسحبها من خلال أي نيدل فهذا بالنسبة لعلاج المرض أتمنى أن تكونوا استفادئت وألقاكم في فيديو آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة